الكرة المصرية فقدت هذا الأسبوع واحد من رموزها وكوادرها الإدارية الكبيرة لأنه حتى وإحنا بنتكلم على الفلوس والعوائد والموارد والاستثمار لابد أن يذكر بكل الخير الكابتن سامير زاهر كابتن سامير زاهر وفاته المنية هذا الأسبوع عن عمر ناهز 75 سنة بعد مشوار الحياة وصراع عنيف مع المرض رجع ومارس حياته السنة الماضية وانتكس للأسف مرة أخرى إلى أن تغمده الله بواسع رحمته كابتن سامير زاهر مش بس رئيس الاتحاد الكورا في أزهى عصوره لأنه تقريبا هو الوحيد اللي حمل في عهد كاس الأمم الأفريقية أربع مرات بشوانس 98 ثم السلسية بتاعت الألفية 2006 و2008 و2010 وكاد المنتخب في عهده أن يتأهل لكاس العالم لو لمطش الجزائر بتاع أم درمان بس ليه كمان أيدي بيضاء جدا على الفكر الاستثماري وعوائد البث التلفزيوني وأنا أعتقد في هذا الجانب ما ينفعش قفتي وأنت قاعد سامير زاهر رحمة الله عليه وهو صديق عصارته لعبا كان دمه خفيف جدا وكان لعيب جدا وهو لعب جيس انتر فرد وفي وقت من اللقاءات لعب سير دباك في النادي الأهل انتقل هو يا جماعة من ضميات للنادي الأهلي ولعب في النادي الأهلي حوالي عشر سنين وعيلة زاهر كلها أهلوية إنما وصديقنا أشرف زاهر أخوه برضو يعني واحد من اللعب وابن أخوه كابتن سيف زاهر وسيف زاهر يعني عيلة زاهر عائلة عريقة كروية وعريقة أهلوية إنما كابتن سامير هو رجل يعني كان مواكبا لتطورات العصر هو اللي كان عنده الشجاعة إنه طب نكسر التقليد اللي بيقول إنه لازم الكرة تتزعب بلاش على التلفزيون الوطني فقط فكان عنده الشجاعة إنه يقطحم البس الفضائي وأسس لهذا الفكر اللي بعد كده تطوره أصبح هو اللي معايش الكرة مصرية النهاردة يعني الرعاية بتيجي لبعض الأندية أما البس فلي كل الأندية والنهاردة فيه ماتشاة الدرجة التانية برضو بتوبس وحيتم تطوير مسابقة عشان تحصل على عوائد أكبر رحمة الله على كابتن سامير زاري ولكن أيضا هناك لعب يعني لعب في النادي الأهلي المرحوم عبدالعليم زكريا ابن الفيوم هذا ابن الفيوم اللي فجأة هو رحمة الأهلي على التحاسي كان داري ولكن أثر العمل في العمل السياسي وكان واحد من كوادر سياسية مهمة في الفيوم ابن عائلة عريقة من أعيان الفيوم رحمة الله على من فقدناهم سواء على سعيد الأهلي أو سعيد الوطن عشان كده يا جماعة الخبر اللي جاء ده مهمة في حاجة على فكرة فرضو لازم ننعي والدة اللواء شارين شمس محمد أخير محمد شمس الحاجة يعني دي كانت صديقتنا وأختنا نشاطر اللواء شارين شمس المدير التنفيذي السابق للنادي والمدير التنفيذي للنادي السيد حاليا الأحزام في وفاة المغفور صديق العزيز سرمان صاحبك وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته ربنا بإذن الله تعالى يتغمد أخوة سرماته ويسكنها فسيح جناته كل التعازي لللواء شمس كل التعازي أيضا للكابتن هيسان فاروق المحلل الرياضي فقد والدته أيضا بالأمس وإبراهيم فاي الزميل الإعلام العزيز أيضا فقد والدته يعني نحن دخلنا كل التعازي للإبراهيم فاي والهايسان فاروق والأسرة الكابتن سامير زاهر وأسرة الكابتن عبد العليم زكريا وألف رحمة ونور على كل أرواحنا إن شاء الله